بصراحة مع أجيب سليكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مستمعين لكل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله سلام وأهلا وسهلا بكم جميعنا لحلقة جديدة مباشرة وحية من برنامج بصراحة من الآن حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل سعيد جدا فأنا أتواصل معكم مباشرة من سدوهاتنا بمدينة الدار البيضاء وتحية خاصة لمستمعين ومستمعتنا بهذه المدينة العزيزة الدار البيضاء والنماحيها وشكرا لكل من اختارنا عنوانا لليلة من الصراحة والمكاشفة من الإحساس والتفاعل مع المستمع الكريم والمستمع الكريمة خلال هذه الليلة سنتواصل معكم من خلال قضية جديدة تهم مشكلة كما قلت لكم حياتنا فيها الكثير من التجارب وكل التجارب فيها كانت تعلموا منها شي حاجة كانت ناجحة كانت تعلموا منها كانت فشلة كانت تعلموا منها ولكن تقوبيا مستمعية الأفاضل بأنها الشي اللي كانت تعلموه برنامج بصراحة وشي اللي كان ناخدوه وشي اللي كانت سافد منه برنامج بصراحة لا يمكن أن نجده في مكان آخر هتقولوا لي ليش علش لأن الإمكانية للتواصل مع البرنامج لا تكون إلا لأناس صرحاء لا تعتقدوا بأن الذين يتحدثون إليكم ويأخذون من وقتكم ويتواصلون معكم في هذه الأوقات من الحادي عشر إلى إدر واحدة لا تعتقدوا أن هؤلاء ما عندهم ميدار مساليين وكيجي وغيري خربقوا لنا وليقولوا أن الشي كلام مش هو ذك لا أبدا هؤلاء ناس يعيشون تجارب ويعيشون مشاكل ويبحثون عن من يستمع إليهم الحالة اللي غادي نقدموا اليوم هي حالة مرتبطة بال العلاقة بالأباء وبالأبناء العلاقة بالأباء وبالأبناء اللي كتشكلوا حد العمود من الأعمدة التي يقوم عليها المجتمع وتقوم عليها الأمم اليوم غادي نظروا لهذه المشكلة لدي السيدة هذه مع ولدها أشنوا واقع لها كيفاش تحولت حياتها إلى جحيم مع ولدها وكيفاش أن ولدها باش يحقق هذا كل الألم بين قوصين الأم دياله كي يقادي راسه هو وكيفاش يمكن أن تسيد هذه تخرج من هذه المشكلة واشنو يمكن لكم تقول لها واشنو يمكن لكم تنصحها في هذه الليلة من برنامج بصراحة سنتواصل معكم سنفتح قلوبنا وستفتح لنا الأخت الكريمة سهام قلبها باش عود لنا المشكلة ديالها مع الإبن ديالها الذي يبلغ من العمر سبعطاش لسنة هي لا تبحث عن أي شيء تبحث عن قلب حنين رحيم يحس بها وكتقلب على إنسان أو لإنسانة حكيمة أو لحكيم ينصحها ويوجهها ويقول لها الطريق الدراري موقع السهلين في هذا الوقت التغيير اللي كيعيشه المجتمع ديالنا والتغيير اللي كيعيشه العالم خلاها الدراري هدوله صعاب مطالبهم كتيرة طموحاتهم كبيرة الدراري ديالشح هذي مش هو الدراري ديال دابا والبنت ديالشح هذي مش هي البنت ديال دابا هذا الجيل ما شاء الله أتباك لله يعني لم يكن أحد يتوقع أن يكون يعني هذا الجيل بهذا المستوى الملكة أقول المستوى لا أقصد المستوى السلبي بسلبيته وإيجابيته ولكنه جيل يعتمد على السرعة بغي كل شي بالزربة بغي يوصل بالزربة بغي يحقق أحلامه بالزربة جيل لا يؤمن بالانتظار ولا يؤمن بشي حاجة سنة ولا يؤمن بشي حاجة سنة من بعد من الصعب جدا أن تجد يعني الوطر الذي يجعل العزف متناغم في الأسرة بحضور واحد البنت ولا واحد دري اللي يبلغ من العمر خمستاشر سنة ولا ستاشر سنة ولا تلتاشر سنة لأن هذا العالم والتحول والتطورة التكنولوجيا ينعكس على الإنسان وبالتالي أصبح يرى كل شي بمنظور جديد ومنظور خاص ناهيك عن المشاكل اللي كتوقع اليوم غادي نشوفوا هذه المشكلة لديه السيدة سيهام كما قلت اللي عندها مشكل مع الزوج مع الإبن ديالها سبعتاشر سنة كيفاش تكون المشكل أشنو دارت باش تحلل المشكل فين حصلات كيفاش تصرفت من يوقع المشكل واحد العدد دي الأمور غادي نعرفوها ولكن تأكدوا معي سادتي بأن هذه المشكل اللي عند السيدة سيهام مع الولد ديالها هو مشكل عنده ارتباط بالعلاقة ما بين الأم وما بين الأب منك يكون المشكل ما بين المرأة وما بين الرجل تأكدوا معي بأن الدراك يدفعوا التمن منك يكون الاستقرار في العلاقة ما بين المرأة وما بين رجلها هاتشكين عكس على الأبناء ميقولش لشي واحد لا أنا تفارقت مع مرثي ولكن ولا ديرهم بخير أنا كنصفت لهم الفلوس بشي عيشوا رهم بخير الفلوس مش هي كل شي هناك جانب في التربية تخصص فيه الأم وهناك جانب من تربية تخصص فيه الأب وهناك أشياء لا يمكن أبدا للأم أنها توصلها لولدها وهناك أشياء لا يمكن أبدا للأب أنها توصلها لبنته وبالتالي لكل واحد دور بش يعطينا أسر قوية متماسكة وهذه الأسر هذه هي التي تكون المجتمعات هذه المجتمعات التي تصنع مستقبل الدول ومستقبل الأمم اليوم دعونا نتعرف على المشكلة ديال السيدة سيهام مع الإبن ديالها ما قصة سيهام مع الإبن ديالها 17 سنة كيفاش قلب لأحياتها ودر لها مشاكل كبيرة هذا ما سنتعرف عليه في أول فقرة من فقراتنا برنامج بصراحة عندي مشكلة أندي مشكلة المشكلة سنتعرف على التفاصيل دياله كما قلت مع السيدة سيهام ليمانا سيهام أهلا بك أهلا بك أهلا بك أشبار كل شي مزيان الحمد لله أهلا بك أخليك أخي أدي أهلا أهلا لوليدات وماش عايزوينة في الحياة نعم أخي لوليدات واحد النعمة زوينة في الحياة أهلا طبيعك الحال أخي طبيعنا بزف أهلا ما كنتتصورش الحمد لله وأنت أعطاك سيدة بهذا النعمة هدي أهلا أخي أدي ولكن هذي النعمة هدي يعني مع الوقت ومع الظروف ومع التغير هذي الظروف أصبحت هذي النعمة أني مصدر مشاكل بالنسبة لي بزف أخي أدي ما كنتتصورش طيب غادي نبدأ معك أنا أبدأ معك الحكاية كما أقول دائما من البداية ياك بداية خاصنا نعرفه ما غادي نصولك على المشكلة اللي عندك ما ولدك ولكن غادي نصولك على العلاقة بينك وبين الزوج ديرك كيفاش ديرها واش كينا مستمرها ولا ما مستمراش تفضلي لأنه أكيد أنه الخلل وقع في العلاقة بينك وبين رجلك وما يقع اليوم من المشاكل بينك وبين ولدك ما هو إلا نتيجة حتمية ديال تعطل أو لخلل في الآداء ديال الضور إمتي إما هو ياك أخي أدي أخي أدي بنا ننزوجه رجل الثاني الولد اللي عندما معاه المشكل مش ببار بامية وننزوجه رجل الخور وده بولت معه خسد الولدات هäd Lewell يعدك مع المشكل ما رجلك للول ما رamps للول مات م reveals مات مات مقتول كيف مات مقتول فترحي هد الحاديث هذي اللي وقعت الأبد الدر اللي عندك مع المشكل مات مقتول اخي آكل Kelly كان jersey ent Hail il 15 diz نتعب مشاكل بيننا ونظروا الأهل زوجنا ونظروا في واحد الضروف لا نقول لك مهمة صغيرة ونخرج من الدراسة زوجنا بقيت عام بولد هذا الدري هذا عاش معنا مجر جار من النعنى لنا مهم بقيت واحد المدة دي لتداد الدري 9 سنين ونظروا مشاكل معه في واحد ولد الحي ونقتله صاحبه اللي قتله طيب يعني الدريش حال كان في عمره ذاك الساعة كان في عمره ذاك الساعة عشر سنوات ويعيش تجربة دي ان الاب دي يلو يقتل اهه وشافوه شافوه مقتول وفاش بينا المستودع الام وتزعليه ليزار هكا وشافوه مضروب هنا عنده تقبل هنا في عنقوم مضروب بالموز وشاف ذاك الحالة كاملة أدري تيتم نوع عمره عشر سنوات وشاف الاب دي له مقتول قدامه وشافوه في المستودع دي الاموت عشر سنوات الدري يخصي يكون بعيدة لبحالة الشهادة ولكن قدر الله أجد العائلة كيقولولي يخليه ضروري يشوف ابوها مقتول قدامه هذا نوع من الجهل هادوك جهلاء سامحهم الله من غير المعقول ان الدري بقي صغير يشوف ابوها مقتول قدامه الناس كيقع ليزاك سيدهم في الطريق ومتيقرش ولادهم يشوفوه لان ذاك شي كي اطرع لي متى كبر دابان يوقع من يوقع لي المشاكل عقلوا عليه يعرفوه ما يعرفوش طيب انا اللي في المشاكل ذاك طيب طيب انا اللي الزوج بيه هو صغير عنده 18 عام وانا عندي 15 عام المهم ما كناش مستقر يلا خد مال هادا مرة انا ضارنا مرة او ضارهم مهم وحسا الدري اصلا هاد الراجل اللي كنت نزوجه به تاو اصلا معقد حيث مو ما تدفق صايدا طيب غابلت طيب غابلت احنا كان عدين جريبة بتجريبة هم هاي عدين وحدة بوحدة طيب المشكل اللول احنا كنت عرفو عليه وكان نبشوف الداكرة باش يمكن نعرفو نعم الاصل دي اللي المشكل دابا ولدك هاد جريبة اللي مر منها يعني كان عايش وسط ابا همو تقتل ابا ما كانش سهلة بالنسبة لي شاف ذاك شي كيفاش ولات حياتك بعد ما تقتل راجلك عشت بوحدتي انا بوحدتي مكفلة بهاد الدري هذا ما تخليتش عليه بقيت مجررة معات كرصصت محنت حتى لقيت هادا والمينة فهدا اللي تزوجت به وولدت بنيت اخرى خلي هالي راجلي يفكر شي بشهر يا اما خلي هالي يفكر شي بشهر ومات طيب عندي اختو عندها دبا قريبا ثمان سنين اختو تقيقة اختو يعني الراجلك من تقتل كنت انتي حاملة بشهر بشهر يا الله يا الله يا الله اخت حتى لم قدي صاب راب الله يعني بدون زواج بشهر اه ماشي بشهر في حامر اخويا ادي بتكرفصت مهم كالعمال ادي ادير تكرفصت محنت ما قدوش عالي بجزالية من بعد تلقت انا واحد وولد من الناس استرني قبل عليا كيف ما انا بولادي بكل شي مهم تزوج بيك تزوج بيك تزوج بيك تزوج بيه قبل عليا وبغاني كيف ممه انا مهم كيفاش تزوجدو اه زوجنا هكا انا وياه مهم ماكتبش عليك كنت انا عايشة غير نجال وقعنا على النا مهمت عارس عليا عارس بان انا دوره في قوامي وصف يقبل عليا هكا مهم يعني اه اربي يصر لكم وتجمع سوف الحلال اي يا خياتي الحمد لله مهم وصافي بزوجنا وقبل علي المهمة انا وهدراري دبنا ولدا معتزك دوليدات ونا عندي المشكل من هدراري الكبير دوت معتزل عام وكيقها دبان دولباق المشكل معه كبير يوميا ناويات دباز يوميا تبع احتى تدراري الصغر تاهمة اطربوا بهو ولا تاهمة تدراري محصبين ولا تاهمة كيتعايروا وكيقلوا دك شي اللي احنا كان نقوله ديما طيب انا اصلا هدزواج ديركم يعني كان بالموافقة ديركم انت ويا اه بالموافقة ديركم بجوجكم موافقين يعني طيب ولدك شح كان في عمرو دك الساعة عام قريبا حداش العام قريبا حداش العام عام داش مات ببعض بزوجة ايه دي كان في عمرو عشرة سنين يعني عام هي حداش للسانة ايه يعني دري كيعارف دك الساعة شوية دري كيعرف اه ايه كيشوف راجل واحد اخر من بعد السانة ديال المقتل ديال الاب ديالو في جريمة قتل ايه تشوف راجل جديد ايه تدخل الدار والدري دك الساعة بدك يعارف بدك يفهم ايه ولدك كيفاش كان ارد الفائع ديرو مع هاد جريبة لدخلتها جديدة انا فجلت زوجت زيت فجلت رجل ما لحقت وابا جيت فرحانة كان مقول لها هاكا قلت لها ارد زوجت زوجت وهذا وعني يكون عندك اب وهذا وهذا يعني دري كنت حطا في واحد هادا دي ما كان حتم به المهم عندي هو وكل شي ما عرفت وشتانة تغيرت عليه ولا لا انا شنو كان ارد الفائع ديرو شنو قال صافي ارد الفائع ديرو دك الساعة عادي وليني من بعد نهار على نهار الدري كي تبدلو كيتحقق كيخرج من كي يجيش بالنهار كان قلب عليه كان عيطان الراجل كان قول لي را ما جاش عادي كي يجيه كي يضربو كان قول لي هانا ربيه معايا الرجل الرجل واحد يقول بالناس ما نقدرش عليك انا كان قول ليه دربو ربيه سبو بحال ولدك كي يضربوه الدري ما ما كيتقبل جدا الشي ما تقبلش فاش يربيه راجل واحد اخر ما تقبلاش ما تقبلش ما تقبلش انتي آآ يعني كنتي بين راجلك وبين ولدك ايه هذا راجلك التاني كنت يضربو ولدك انا اللي كنت كنقول ليه دربو هو معمرو ما ضربو معمرو ما بغى هو يضربو انا كنقول ليه لا مني كنقول ليه دربو كي يضربو كي يحاول مها ما كيبغيش حال مرة كييجي واخو يا ادي بالنس كيتش كولينا لا غير خلي دبا تفاصيل غادي نقشوها غير مني كتقولي لي هنتي ضربو كيضربو كيضربو كيقولي هز معي المسؤولية رضي معي أنا الزوج معك إلا لك هز معي المسؤولية دي رضي رياضة زيان هاد العلاقة هادي بين آآ يعني آآ راجلك التاني وبين ولدك اللي من الرجل له والله رحمه آآ كيفاش كانت واش كانت يعني كان في وحل جاني يقول الحنان منه هو أو كان عنيف معاه آآ هو أصلا كتكتا هو كانت موميتا وهذا كان عنيف كيتعامل بالعنف حتى الآن الدري كيقولي أنا ما عنديش ضربو شنو كان دير لي ما كانش عارفني كبشي حاجة ما موهم الدري ما زال عاقل على على التفاصيل كل شي عاقل على التعامل ضربو معاه كيقولي شنو كان دير لي هاد ضربو شنو شنو هادا يعني كيقولي أنا ما كان عارفوش هادا وخامي يدوك هادا كيقولي أنا ما كان عارفوش مهم مهم طيب آآ بدور المشاكيل بينك وبين ولدك وهد المشاكيل اللي بينك وبين ولدك غدت أثر على العلاقة بينك وبين رجلك نية نية فضلك عودي لنا دي بنا دبا عندي ولدات أخرين صغارين محتاجين دعما هو كبير كنقولي وخا كبير نزالك أربع عين دبا عندي المشاكيل معاه هو دي ما كيش بكليه ستحلى أبسط حاوش كي يستسزني كي يعيق لا كي يعطن نمرة ديالو الشي درعلي وكي يهضرون معا رجلي وكي يسبوه مهم هو كيعرف بأنه هو ولدي كيقولي راه أسمعت الصوت ديال ولدك هذا الرياضة المشكلة عنده عانيف وكي يسرد العائلة دي ما كي حييت لهم بربية وكي يخلعهم وقيا ما أفهمش ما أفهمش ما أفهمش كي أدبا وقاله يجب أن شربت الأعصاب غير بسببه هو هذا المرة بغي تحلي من طرواز يميتاج ما خليتش يخرج كم كان حبسه بش ما يخرج بش ما يتعلمني بش بش ما يتعلميش بش ما يتعلميش تكون اهو وولدك اذا. اولدي اهو وولدي. اهو وزيما انقذ. اشال سرجم الاخوار الليل تحت ونقذ في الزنقة. وبزاف. ايب هدي هاد السلوك اللي دار يعني كيفاش في السرسين تجاه? انا اتراجعت وليكن خليه يخرج. فاش شفت كا يدير هاتيك انا كل صافي عدري شنهار عيموت. عيطاح من انا شنهار ما عكا نحبسونا كا يخرج شنهار عيطاحي سافي يموت. صافي وليت كن تلقليه. صافي وليت كن خليه يخرج. كن صد عليه البده ها بكا بسيروت كي يقول لي خلينا يخرج. كن حليه باب. صافي وليت كن خاصة يمشي يطاحي يموت. هالدريا ده في انت يخرج في انت يمشي? ما عرفتش خلي عادي ما كدش عليك انا كيمشي كيخرج كن قول لي فين كشي في كيخرج باب معا ما كيجيش. كن قول لي فين مشي شي كيقول لي غير كاللعاب غير هاتي غير هاتي. مبعد بعد معار على معار. كمشي لي الفيسمو بدياله وكان هاد اترقالي انا كيت راكي معا معا ناز اجانيب معا هاتي معا هاتي. ما عرفش انا. ايب غادي نجيو لادة النقطة دي انها مهمة جدا. غير واقب نوصل لهذا الدريا ده واش كيقرأ? كيقرأ اخو يا اديب وكي نجاح مع مارضة ودي ما كيسف طول انبراسة كيقولو لي هاد الدريرا دكي. الدريرا دكي ما كيحفظ ما كيجي ما كيكسب وكي ينجح وكي يجيب مزيان ما عرفش انا بغي يخرج على راس. كي ما كيعيطولي كيقول لي هاد دريرا دكي وعادي يخرج على راس. متفوق واف الدراسة مزيان الحمد لله مزيان. كيجيب مزيان. مهم أخو يا اديب مكيحفظ تصور مثل كتاب ما كي مكيحلوش ولا الدفتر ما كيكتبش الضغار. وكيجي من زيان. واشنو كياخد غير ذاك لساهم صافي. لساهم ذاك لساهم صافي. وكيقولوا ديمة كيسفتو من درسة كيقولولي شنو الدري عندوش عندو شي مشكل. كيقول لي را الدري را تبارك الله عليه را ساهم ولا اني مبغاش يقرأ. مبغاش ديمة كيسفتو لمن درسة. نعم. هاد المشكل هدا يعني اثار على على العلاقة بينك وبينو. هاد الطريقة اللي كي تعمل بها واللي كيشوف بها والحياة واللي كي ينظر بها دراجلك غيرت العلاقة بينك وبينو. كيف شو اللذي كتت عملي مع انتي بعنف او لكت تخذيه بالحوار. بشوية. يا ادي ما كنش عليك مرة مرة في كن قولي. هكا كان بغين تحاورة نوية شوفو كبير عادة. كيرجع لي اخوية ادي في كل شي كيبقى يعيرني بشي خوايج. كيبيروني كيقول لي شي كلام كيقول ليش ندرت انتي في خياتك شو أنت ايا دي شو ما تنصح خطي واحد ينصح اللي 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 ليش في خياته شنو انت اديتي شنو انت برسة يا ادي ما كيقول ليش يا درسته كان حتي كان خرج على الصيطرة ديالي كان بقا قولي ليش كلام ما كيتصوروش كيسمعوني الدرس خار ما كيتصوروش. كيتصوروش. كيفاش تصرف راجلك فاد العلاقة اللي في المشاكل بينك و بين ولدك شنو دار هوية كي نصحو احتوى ولا احتوى كي دور فيه ولا طلع ليه فراس وقع ما ما كي هدروش اخي ادي هدي هدي تقريبا تلسمير بعض المين ما كي هدروش وغوية حلا السلام لاخور صافر ميسخزم على لاخور اكادي لك لاخور حاو تاني ما كي هدروش مهائي لفعوية شغلة في عيب فتاشي حاجة يا دراج انا ولدي ولدي اللي خائب انا دراج المدن الحب الان نتكفل باي حاجة ديالنا مهم لو ملك الحمد واخا غيكاريين واخا هذا المهم اه انا تسي دبا ولدتي معا هيك نعم ولدتي معا ولدتي معا ثلاثة تلاثة جوجبنيتات وولدها كيفاش كي تعامل معاهم هما يا انا دبا ولدك شغالي ولدك ولا بنتك اه عايش معاك بنتك لبنت اه عايشين معا يا كلها لبا هدجوج يعني دير ويدا تدير كليما راجل لو اللي تقتل كيفاش دير علاقتهم بخوتهم اللي من الرجل تاني اللي تزوج بيك يريد ان صوروا حيانا الدرجي خطو شقيقنا كي حملها لاما مشي ديكلارة باي بغيتني ندیکلار باي على خطو شقيقنا در باي ديما كي ديما ديما كي يقرصا هناك في الدرج خطو الخرين السهر كي بغيهم كيبغيهم طور كيشري ليهم ويجي واحدة يهم كيحمق عليهم. اخطو الشقيقة ما كيحمل هاش. كيقول لها شي الفات وشي هادة ما كي احمل هاش غي كيضور هكا ويضربها. اه. معلش? ما عرفش اخطو صغيرة هادي. اخطو اللي شقيقة. ما اخطو اللي اللي من اب واحد هو اياه. اي. كيضورو كيضربا. علش? يعني ما كيقولشك علش? افهمش. ما افهمش. صغيرة? يعني ما اخطك هاتي وهي بعد. ما 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 اخطوش مشنقه. ما محتاجها لليك انت انتتنقص معا. كيقول لي ما كيحمل هاش. هاككبهاد. هاكبهاد. 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 هاكبهادي. اخطو له انا واكبهاد. اخطو اعجي من ابغيها. وكيكبهاد له ما كيحمل هاش. وكيصوها كيبغيهم. كيتعمل معاهم زي انخطو. وكيحمل علي كيبغيهاش. اي كابتور كيبربا. كتجي كتقول له خبني وريني شي حاجة مهم ما كي تقبلهاش كيقول لها كيقول لها شوفي ندور معاك وما تهضرش معايا. ده بطرح قاعدة. يعني اختوما كيحملهاش. كيحملهاش. ليش قيقه. وانتي انتي علقت فيها كده يعني اه وش هي ديمة فيها صداع وفيها المشاكل او لا كيحن فيه وكتحني فيه مرة مرة. اه هذا ولدي. اه انا قلت لك ديمة ديمة انا ويمكن تفاهم مش تصور احنا احنا كن قلصو دقيخان دابان 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 دابان. لان هو كيستفز زني كي قلين مجي عكي بستفز. مهم. يقول لي كيديليش شويش ما كي تتصوروش. انت اخر اخويا ادي بنقول لي جيب حاجة كي يجيب لي حاجة اخرى. كي قلين تلي قلت لي هاد الحاجة. الموه كيديليش شويش. اغراب اغراب. هو شنو طموحك يادر لك على الطموح يروش بغي يدير ش بغي يكون. اخويا ادي انا قتلي اغراب ويعاولون العائلة وهذا وش ندخلك انا العسكر. مهم. دعنا قتلي. ادخل الحزفة قتلي مزيان هاد الوضع فعادي. واخويا اكدليش يحواش قتلي انا بغيت مقرر في المانيا. مهم. انا بغيت مقرر في المانيا. وحيط لمرة مش هدخل السونطر. ما عرفش اخويا ادي انا بغيت مقرر في المانيا. عنده واحد طموح. ما عندوش الحدود. انا ما قداش على ذاك شي هذا. يقول لي شي حويز انا ما شفش المستطع ديالي. انا بغيت مقرر في المانيا. انا ما بغيت ندير هادي. انا ما بغيت ان انا بغيت ان اقول له شي حاجة. مهم. طموح دياله. اه شكر شكر معاش. نعم. اه علاقته بعائلته كديره. اه عائلته من كفصة بان كتبش عليه كمشيو عند عند وليده ديالي مسكينا كينا كيناوضهم صباح. كيشفنا اكا كانت فكوا واحد دقيقة كيناوض لينا صباح بالعاني. كيقول شي كلمة كتحرق في بنادم وليش بيقليك شي حاجة بالماضي وليش حاجة كيقول هالموهم اكا. البنادم ديما منوض لينا صباح. نعمر نقفنا بيخنا ضاحكين. مهم. ديما كيناوض ديما ديما. عائلتو كيسولو في عائلت مجي تباه. لا لا اخويا كانو كيسولو في غرب التليفون. مهم. عمتو كتول بغرب التليفون صافي قطعات من كليا ما كتعونينش في الدري وادو كيا. مهم كتعوني في الدري وخب باي طريق. مهم مهم. صافي صافي قتعلي يا قتلي تانا عندي ولادي ويادي ويادي صافي مهم. حدو اخوة مجي تباه. اهمتو احدا اللي عندو. عندو العائلة كبيرة ولاني اتو واحد ما كيسول. مهم هدي ياللي قريبا ليه. مهم. مجته ميتة. وجده تاو طاو صاحب البلسة بعيدة ما تلق مو كل قا مومني كان رجلي اللي حمو صغير. مهم شي مشاكل. المشكلة اللي وقع المشكلة اللي وقع بينك و بين والديرك اكيد انه العلاقة بينك و بين رجلك يعني هو ما بقاش ديك الحياة الزوجية ما بقاش بينك و بينه مبكا مي كاتولي مركة نعسبيت و رجلك نعسبيت كاتولي اقدرها يعني يعني ما كان نروش على العلاقة الزوجية لان العلاقة الزوجية اه اساسها المعاشرة و واني والتراحم والحب والرحمة بعضياتهم يعني هدو الاساس دي العلاقة الزوجية ايش حال دبون تي كتباتي في جيه وكي بالجيه اه مانك رجلك فاي عدي تقريبا عدي ادي تقريبا عامونس 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 معمركم وصلتوا تطلاق انتي براجلك اه دي ما كان يقول للي ما كاي بغيش دي ما كان يقول لي ما كاي بغيش ما كاي بغيش انتظرهم. انا ما بحاجة الدراريني تلهم. ايكبرو الدراري وقولي هذا العضرها هذه. هو دي ما كيفكر في اولادك سر ما كيفكر في العلاقة بينكم بينو؟ كيفكر في اولادك يقولي اي كبرو الدراري انا ما بحاجة الدراري ضار. انتي يعني الموقف ديرك يعني موقف آآ آآ الوسط? دلتي الخاطر لولدك هتخسر راجلك. دلتي الخاطر راجلك هتخسريولدك. يعني الله حسنا وانا حاول وانا حاول مرة كنحاول نهرب ونسمح تلالي كاملين عندنا اخويا اجيب ده بوحد دوايا حدا هنا وانا حاول مرة كان كن كن عكف الكوزينة كانت اللال على واحد دوايا كان قلت حاول مرة كن بغن بحسيها حاول مرة أكفل لكي يميننا اخويا اجيب لا اخسي الله ده شباش نفسي اخويا اجيب المشاكل لا لا وده بقى كتعتقد بأنه إذا انتحرت يغلقى حل المشكل الانتحار مرفوض جدا يعني لا شرعا ولا قانون اشوفي الروح ربي اللي اعطاها لنا هو الوحيد اللي كي ياخدها لنا ربي اللي كي يعطوه ربي اللي كي ياخد انتحارة المسألة دي مخصوكش فكرة يفقع نهائيا نهائيا لأن الأعمار بيد الله صحانه وتعالى انا كان كتبش عليك نتقولي للبيت وهم فوق هذ في هذا انا درزة انا بهذه ما معمرني مرتاحة ما كي عاوني ايش كي يقولي عاوني خير الحاجة اللي جبتينها جمعها 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 ذي ما هو الوالو ما هو الوالو يا تدري 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 دي ما شارد راسو دي ما شارد فيه ممعرفش الدري. عايش واحد الحالة. آآ نقدر نسميها هي حالة دي التشتوت عاطفي. هاد الحالة دي التشتوت العاطفي. ايه. اشنو المعنى دي لها? انا شرحها باش المستمعين يفهموا هاد شي دلك يوقع الدري. الان الدري ده با حاليا هو يعيش هادك شي ده تعليه في صغرة. شاف بباه تقسل شاف رجل وحده اخر يدخل الدار ولا بلاست بباه. يعني هو معمره كان كيشوف بعين الرضا على ذاك السيد اللي يدخل. كيف ما كان الحالة يبقى بها دي مغريب. ومعمر العلاقة كي تكون مزيانة بيننا 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 بيننا. مهما بلغ يعني التفاهم. ومهما بلغ الطيبوبة والحنان دي لها رجل الام مع عمره كيكون مكان الاب بالنسبة الدري. ده بالدري هاد السن اللي كيعيشوه هاد السن مراهقة. وهاد السن دي المراهقة كيشوف ذاك الراجل البراني داخل عنده ممو. وخاوه عار بانه هم زوجين وعنكم ولاد وبخير على خير ولا. وادك العقدة اللي عنده من الصغر ديره بقى غدا وكتكبر معاه. وبالتالي هاد رض الفعل العنيف معاك واتضاع اللي كيدير معاك ما هو الا انك يحتنتي بحالة تنتيز عما ما ما خليش راسك ديال ابوه ابوه حضور الله يرحموه. وبالتالي دائما الاولاد ما كيقبلوش انهم هم تزوج. لاب الناس ما كيقبلوش انهم هم تزوج لما تبهم. ما كيقبلوهاش. علاش? لانهم كيعتبروا ان هادك اللي يجي. ماشي من حقه يكون هو دخيل على الوحد المجموعة. نختلف يعني في هالطريقة هذي ولكن شرعا هي امور يعني الزواج على سنة الله ورسوله. ما كيش مشكل. غير هو تنركها من الجانب النفسي. من صاحب على الدري خاصة الدري. الدري ما تيقبلش الام تدخل راجل الغريب عليها. والبنت ما تقبلش. مو هتدخل راجل غريب عليها. او لبوها يدخل مرأة غريبة للدار يتزوج بيها وتسمرها هي امو. وتبغي تعيش مع ديك لاحساس حقرها ممي وحقرها. ضريفة وغتحن فيك وغتكون اه تكون عزي عليها وغتكون عزي عليك. بالتالي ولدك عايش هاد الفراغ. هاد الفراغ اللي مؤثر بشكل كبير على العلاقة ديارك معاه. لانه كيشوفك انك اه متورطة بين قوسين. وانك واحد الانسانة ما قدرتش يعني. تخلي القيمة دي ربها كبيرة وكذا وكذا. يعني هاد المسائل كلها سحطها في الاعتبار. وغادي نجيو للسن دي المراقة. ولدك عمره سبعتاش للسنة. سبعتاش للسنة دادا كيبغي كيبدي يحس براسه. كيبغي يحس بانه راجل. واول واحدين تيتور عليهم في الدار هما شكون هم مو هبه. كيبغي يبيه انه ولا راجل. دا كيباش تدري. دي ما كيحقر على اخته. مني كيحقر لاخته تبغي يبغي يبغي مقدمها راجل. ما تلبسيش ما تخرجيش تعطلتها وخما تدر والو كي يجيك يدرز معها. علاش باش يبين يعني بانه هو يتمثل نفسه مش الاخرين انه هو راجل يعني. هالتحول اللي كيعيشه هو دا بيا. هالتطورة اللي كيعيشها ضدك انتيا وضد اختو. لا تخرج على هذا النطاق. خص تكوني فاهمة النفسية دل ولدك. انو خصتك تكوني كتواجهي بواحد الحنان واحد العطف. كبير. خصتك تعاوني معاه. لانه يمر بحالة نفسية صعبة. الله يحسن عوان الدري. كان جيه الواحد الجانب واحد اخر. كون كان بباعي عايش غدي قرم زيان وغدي تعاون معاه وغدي وقف معاه. هو كيشوف ذاك الرجل انه من يتزاد عنده الولاد. غايكون كي يلاحب ان ذاك السيل اللي انتم زوجه به تابا. كي يهتم اكتر بولاده ما كي يدهاش فيه. وخيدير لدر له. وهذا الراجل اللي انتم زوجه به وخيدير لدر. دائما غادي يبان هاداك الفرق في التعامل بين ولاده وبين ولادك اللي من راجل واحد اخر. فهمتين انا فهمتين مشاقتي. اي اخو يا ادري. ولكن اللي كيدفعتية من اكتر هو انتي. لانك انتي درتي الخاطر لولدك هتختري رجلك. درتي الخاطر رجلك هتختري ولدك. اقول يا ادري انا اقول لك ما انتزوج لك فش متى رجل كنت عندي خمسة وعشرين عامين كمتني عمنا لخي عايشة بوحدي. اه من حقك انا ما انا 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 لا اختلف معك انا كيتلك من ناحية الشرعية ومن ناحية دحقك. غير هو كين بعض الناس كيموت لها الراجل او لا كيتوفى او لا. وكتصبر. ها? تقول أنا ما نزوج وما ندخلش البراني على أولادي هادو عيارات كينين وكين عيارات خارك يغلبهم زمان أمرها بوحدها تلقاها ماخد دعماش خصال يوقف معها خصال لي عمر عليها يعني نار كما تيقولوا يعني ضل راجل ورد ضل الحياة كما تيقولوا يعني الراجل الدخلة ديرو الدار والحضور ديرو في الدار مرة كد يموت لها الراجل في عمره 25 عام يعني ممكنش تعيش واحد لحياة بوحدة حياتها كاملة ولكن هاد الراجل يخص يكون حتى هو عنده يعني عنده عنده واحد القلب كبير هاد الراجل اللي انت يزوجي بي باش يمكن يصبر له هاد الشي كامل يصبر لأنه ولدك كيشوف فيه أنه عنصور داخيل ومني غايد دابز ما غادي يسمعوا العجب والخل دي وبدني غادي يسمعوا ليه صارتوا مني غايبدا غادي وكيكبر الحل واحد ديرو الداري هاده هو أنه تعاونوا ويكمل قرايته وتعاونوه أنه يبدا يستقل بشوية بشوية عليكم إذا بغيت تعيشي بخير نهتدري مني غادي بعد غايولي عزيز وانتي غا تولي عزيز عليه وبالتالي يعني كل ما يعني هو استقل بنفسه وخدم الراسه وسكن الراسه غا تنقص هاد المشاكل اللي بينك وبينه غادي نوصول الحديث معك أغتي سيهام ومع السادة المستمعين والمستمعات في هاد الموضوع ديرك لأنه موضوع على مستوى كبير من الأهمية ومجموعة عادية الناس يعني ومنه لو كنت انت سيدتي مكان سيهام أشنو عدد ديري؟ كيفاش غا تصرفي؟ كيفاش غا تواجهي هاد الموقف؟ ترضي راجلك؟ ولا ترضي ولدك؟ فكرات في الحل ولكن الحل اللي فكرت فيه هو حل غير ناجح الهروب عمره ما كان حل والانتحار كان مشكل ومعمره كان حل فليهذا لا يجب أن نحل مشاكلنا بمشاكل أكبر إلا انتحرتي شكولي غيرب بدك الأولاد؟ نشوفه احنا غا في الدنيا شكولي غادي قابلهم؟ شكولي غادي كبرهم؟ غتخليليهم معيورة غتخليليهم نقطة سوداء كبيرة في حياتهم غتضمريهم غيرتحكم عليهم بالموت وما أحياء أما مع الله فذلك شأن آخر الله سبحانه وتعالى سيقول لكم لا تودوا بأنفسكم إلى التهلك هذه الآية الكريمة فيها الكثير من المعاني والروح عزيزة عند الله الله لك يعتهدنا الله لك يبعت فينا الروح ويبوتها في أجسادنا نجوحنا نقتلوا رسنا نتحروا بالعقل الشرع بالقانون ربي يعطينا الحياة باش نعيشوها بالزوين ديرها والخيب ديرها وتيقول لك صبروا اصبروا وصابروا قل بي دائما ذكر صبر في الآيات الكريمة ديرها وما يولقاها إلا الذين صبروا وما يولقاها إلا دو حد عظيم وصبر قل هذا لا يجب أن نسقط في هذا الفخ وأن نعطي الفرصة للشيطان أنه يلعب عقولنا وللنفس أنها تقود وردود الفعليين لأن النفس دائما أمره بش سوء إنما إنسان يحكم قلبه وعقله وضميره ويفكر بأنه هناك وناس يعيشون نفس المشكلة ولكن يقلبوا على حل وعايشين ومقاتلين مع الحياة وتيقول لك بأنه غدا إن شاء الله سيكون الفرج سيدة سيهام سيدة سيهام سيدة سيهام سيدة سيهام عندي لها فقط سؤال سيدة سيهام كنت سمعيني ما هي أخي أدي بقل أسألين قلبت له ولدك في الفيسبوك ديارو أشن رقيت أشن رقيت شرحيننا هذا القادية لأنها حلقة مهمة في السلسلة لك تعودين للمشاكل اللي عندك ما أولدك يا أخي أدي كيش أتغير مع الدراري ما كيش أتشمع البنات كيفش لقدر معهم كيقدر معهم بشي طريقة كي سولهم على القرايا ولا المهمة عندوش تعارف مع مع ابنك عندو غير مع الدراري أنا ما ما فهمتش شنو نوع الحوار اللي كي ناقش مع الدراري محمد باقي محمد باقي يقول جي واحد كان بغيك هوت يقول جي واحد كان بغيك محمد باقي كان بغيك ما عرف شق واحد ولا جوج عادات عادات يا ولكن كان بغيك شنو كي يجين بعد منها لابنتي قريتي الحوار اللي بينو بينو لدك وبين دوك الناس شنو أعطينا شي مثال لالشي حوار بينو بين شي واحد كي شاطئ ما شنو تيقول لي شنو تيجوبو الأخر متشعود صديق غيبو غيبو بزاق filled ouais محمد من ما كان أعطي اخوتي تيقول لي منو المبشر ثم نذر له بعد خارج البرنامج أعطي ن嘿 خارج البرنامج فلكن عندي لك سؤال بعدك لمشي وهد القضي بقادي برنامج ونعرفوه شنو طبيعة الحوار اللي كي دور بين ولدك وبين. السلوك دي لولدك كيفاش دير? عدائي. عدائي. اه. واش سبق لولدك تعرض لشي اعتداء جنسي مني كان صغير? اخي ادي بحاولت معاه ما كي قولي علاه درافش كن نبغينا نسوي لولاده. كي قولي علاه درافش وش كدور شو كي دور فيا. يهو لكن انت ما عقلش بانه تعرض شمره شي اعتداء في في اني كان صغير. نهائيا ادي ما 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 حاطية ما حطيتو وهذا و الاشي ما 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 مهم انا ما عرفوه شي حاش. نقدر شعلك انا وقد كنتو عرفت شي حاش. نقطع الاتصال. اللي ممكن تعودو تصلوا بال بالاخت. ونسمعوها مرة اخرى. اه هاد المسألة اللي اللي جبدنا خلينا هي الاخرى علاش لانها خطيرة جدا. الى كان هاد سي تعرض شي اعتداء. جنسي مني كان صغير. او لا. هو اعتدى جنسيا على شي حدو حد اخر. فالمسألة يعني غتكون فيها اه فيها امور اخرى. ومحتاجها المجهود اكبر. باش يمكن اه نه 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 في مكان الخاء كان الخاء كاتبشا مع البنات ها كاتبشا مع البنات الأعداء ديالو هو يطح مع شي دري هاكا في المباشر هاك في المباشر هاك المهم الدرالي ديما مدابس معه وما كيرضى شي واحد يدور فيه ولا يدابس معاه فالقادمة غادي مع البنات هاكا هاد شي امتا قريبا هادي شكي سنين ربع سنين وليت أنا كان بحك لي كان بحات وفي مكان لقاشي حاجة ما نكتبش عليك شنو الحويج اللي لقاتي شركينا معاك فاد المشكل لبقى لك احنا محتاجين نعرفه معطيات كتر شنو الحويج اللي كانت لقاي فش كان لقاي كيقدرش حويج ديال ما بين الدري والبنت كيقدره هو ما بين العراج المعراج واخ مني كيخرج كيتلقى عندو دري صاحب عندو صاحب ما عندو صاحب وكان ينتبز معاه هوم كوشي كيتدابس معاه ما كيرضاش هو بشي واحد يتملغ معاه كما كيبغيش عندو عقل كبر من السن دياله غير قبيلا جا قال لي كتا عنددابس معا واحد الدري في المدرسة قال لي أنا ما عنديش معا بطحك ما عنديش معا معا الملاقة وابنت اللي كي شاتي معهم كبارين أخويا قديم معتوش كي شوفيهم أورا دي الأب ديالو نحن الكنس كبار بحق العوم واتبقاي معايا غانتوقفوا مع اختيار غنائي إهداء لكل أمهات وغادي تقولي لي أشنو لقيت في الشاط بينو وبين هاد دراري هادو أشنو نوع النقاش اللي كي يدور بينو وبين هاد دراري اللي كبر منو وأشنو هاد الحواج اللي كي يدوره بين دراري وبين البنت لقيتهم انتي بين ولدك وبين دراري اخرين هي أم هي ينظر لها بأنها فاشلة كأم وفاشلة كزوجة لأنها لن ترضي الطرفين أبدا نرجع للمستمعين الكرام ونرجع لأخت الأم السهام سهام هاد شي اللي عاودتي لي خطير جدا يا أخي أعطي فيه وأنا إلا كنت متعاطف معك مرة أنا الآن متعاطف معك مليون مرة يا أخي أعطي فيه شي اللي عاودتي لي خطير وخيب خطير وخيب حسن عوانك حسن عوانك سأروي لكم وسمع الأفاضل معنى ما دار بيني وبين السداء حتى أحافظ على الأمور هاد الولد اللي احنا كان ندروا عليه الآن البارغ من العمر 17 لسنة واللي عاشها تجريبها مسكين اكتشفت الأم ديولو وهي كتقلة في الفيسبوك بأنه يقوم بتبادل الحديث يعني الشاط بينه وبين أناس افتراضيين أشخاص افتراضيين من وصلة في مناطق العالم من دول عربية ومن أمريكا ومن أوروبا من كل دول الآن أمور عادية كل شيك يشاطئ كل شيك يهدر وهذه الفضاءات الزرقاء يعني أصبحت عالم وأصبحت قارة بحدها ولكن الخطير في الأمر هو أن هذا الدر هذا له ميولات جنسية شادة والشاد في اللغة العربية هو الخارج عن الطبيعة كل ما خارج عن الطبيعة فهو شاد بمعنى أنه مخالف للطبيعة طبيعة البشر أن يكون الرجل على علاقة مع امرأة دري مع بنت هو الله هو يبحث عن علاقات جنسية مع رجل آخر المسألة من صعب على الأم أنها تقبلت الشيء هذا ولكن أنا غادي نسولك للأسهام وحد السؤال اللي هو سؤال مهم جدا هذا عالم افتراضي بمعنى أنه ممكن ذلك شيء تقول ما شيء هو اللي يبغي ممكن من باب الضحك واش كتشوف أنت من خلال هذه الحوارات اللي اتطلع تي معاهم من خلال هذار اللي شفتك يهذر ولدك ومن خلال المقارنة دي ذلك شيء اللي الشي كاتب مع الواقع اللي كيعيشه واش كتشوف أن ولدك فعلا كيقول ذلك شيء عن جد بمعنى أنه قاصد ذلك شيء وبغي ذلك شيء أولي كتشوف بأن ولدك غير تيدحك يما كيدحكو الناس لقى هذي وسيلة باش يدحك بيها في واحد العالم افتراضي مدم أن كل شيء بعيدة ليه وبذلك يدحك بيها دي كيفش كتشوف هذا الأمور تقريبا ونتي لغت تجاوبين على هذا السؤال هذا أخي يا أديب أنا كنشوف ذلك شيء جاد ومجاد ومجاد وكزاف بالصح ما كنشوف شنا لا لا ما كنشوف شنا التحك نهائيا اي 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 لأن أنا مرت شنا من الدلد الأعصاب هاد شيادة وبوحدة ربي العلم بي نا الى انا انا ما بغيتش ولدي يدي انا ما بغيتش هالطفل يولي يولي وحش ما كتنعصيش ما كتنعصيش تكتب اللي تبغي ودي النعاي ودي الناس ما كتنق مجزاف ما كينش اوم في العالم تبغي الولدان شي حاجة خائبة حال مرة كنفكر يعطي السم ولا ما 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 عرف شخياتي ما عرف لا لا هاش كل افكار اي ريس افكار هي مشاكل جاهزة مع ما كارت الى فكرة انو تمشي مع عن الطبيب وليمشي عن الطبيب ولي حاجة يا ادي بنا طرقت جميع جميع الجمعيات انو يفقى قادير ما خلتها جمعيات في المكان مشي كيقول يخص مشي عن طبيق خاص وانو يا اخو يا ادي ما بس الامكان يجي يالي خاص خاص اغير متابعة ما خلت في شي حاجة الاحساب هاد العنف اللي فيها كي الدرز مع الدراري كي الدرز ديما كي يشبكلي هالصبع ديما غير اخارا عندنا واحد القضية شي دراري مشاكل السيبير الدرز معه والدرز معه شي ناس نادو كان من انتحانو فيه اخارا انتحانو فيه وكي يجي وما يخلص همش في السيبير وكي يجي قيل عمان نهار كامل وما كي خلص ناش كي يجي تسالي ونادو الدرز ودربو العائلة كام من الخوط وخوط هم كاملين ومش الدك لاري دربو بالحزر لراس وكان عيقت له بالحزر ومش ندك لاري مؤخرا غير هاد السيما معه هاد 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 اللولة والثانية كامل ما كيديروش ما كيديروش هو الاخدر معك هم هاد ما تدري كين في أقادير معا ما تدري ولدك في أقادير ده ايه في أقادير أخي أه ولدك في أقادير منيك هتمشي جمعيز كيمشي معا قد تشي بوحدك مرة مشيت تناوية مه تناوية حكيت لهم أنا المشكل هو حكا لهم المشكل هكا دي العنف بينتنا قدت هاد هكا في الجمعية ذك للا مخصي تعملي معا ولدك هكا اللي بغا ها تعطيها له وهدي وهدي بحلي كيش جعوه صاش جاينا هكا فطرق يقول لي وش في تيران تلي حمق ماشي أنا من بعد دعو سادي مشكل واحد الجمعية بوحد يتي حكيت لهم قاتل احنا اختي ما مختلف نش بك شي وحصون آآ نيولوغ ولا مرش مو قاتل واحد طبيب خاص بسيكولوج بسيكولوج لا مشي بسيكولوج وقاتل شي اسمي اخر نسيط عم بسيكيات لي ممكن اخويا ادي اكثر اخويا لا الاسبوع الجاي ان شاء الله إلا قدرت يعني ديروا زيارة عندي المكتب في الاداء مرحبا بكم بغيت نشوف الدري خاص مساعدة اجتماعية ونفسية ممكن يعني بالاستشارة مع الخبراء دي البرنامج ممكن اننا نفعوه نعم اخويا اديم لا اخويا اديم يعني الرجل انت مزوجه بيا هذا حاليا اخويا متدين القرآن هكي انتنا ما تعديت عليهم ايه بيدير الله خير انا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هنكون في مدينة اقادي ربيح والله ما ونشوفوا شي موعيد ان شاء الله هراء الاخوان غيبقوا معك على اتصال اي اخويا اديم الفارق الاعداد ان شاء الله ودعي الله انه يدير لك تويد الخير هاتي اللي كان طلب اخويا اديم هاتي اللي يدقى عندي طيب شنو رسالتك للمستمعي اللي كيستمعو الك الان خر so مثل أنا ابن دمي ما ينساش ولاد أخي أديب ولي بغي يساعدني في مشي مساعدة نفسية لهذه الرياضة وفوف القرية دياله أخي أديب ما نكراش ما نكراش أنا بغي يساعده غرس القرية دياله بغي قرية ما بغيش أخي أديب يخرج على راسه بنسبة القرية دياله وعنده طموح بعيد كي بغي يمشي لبره أغي يقرى بغى يعني غير القرية دياله كي يقرب لأخي أديب شي حواش بي يقولي أنا بغي تسوي على اللون كذي بغي تسوي على الصون بغي تلمات بغي تهدي نمس التطاعش دياله مهم قدير الله خير إن شاء الله أخي أديب نفسي هذا شي اللي كانت لبانا هذا شي اللي كانت لبانا أربي معك غير أنت يخلي إيمانك كبير في الله وبعدي عليك ديك الأفكار دياله غنطحر وغادي ندير نهرب وغادي هات شي مشي ديالك ربي اختارك لهذ الاختبار كوني ومستوى هذا الإختبار وهذه الصبر اللي انت سبرا آتها الله أحد دياله غير أورخل تألله فولدتك وقرب إليه يكتر وحني فيه يكتر عني فيه يكتر ربي معك وموعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله نخلي كلمة أخيرة تفضليش نبغى تقول لي يا أخي أدي بللي كان نقول لك شكراً بذهاف أنا شحدي أدي وانا كانت من التصل بي يا أخي ونحكي مع المرشي واحد سمعلي مع المرشي واحد شف من الأمر ديالي أخي أدي بأنا كان نشكركم وكان نقول للناس ما يفرطاش فولادهم ما يفرطاش فولادهم اللي عندهم حالة المشكلة أخي أدي ما يدوش يزبق أخي أدي مقلد بزاف بالناس ما شغير بواحد ما شغير بيش ما كيف شغير بيش وكانت سحادي من نربي ولدي حتي كبروا حتي كبروا من دووش نيائيا من الله قدلنا نعدي على الراجل وعلى درالي أخرين صغارين وعلى ولدي ما عرشوش ما عرش شربي حي كان صغيرة ولا ما ولا القادر ولا وبنادمي حدي أولاده حدي أولاده حدي أولاده ما شغير بيش كان نقول لنا في حدي أولادهم من ذا كلام تعنيتها ذاكراها مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة أخي أدي ربي معك شكرا لك سيدة السيهام من مدينة أقدير المشكلة كان عندنا مع ولدها موعدونا كما قلت الأسبوع الخادمة إن شاء الله نتلقى بيكوزي ربي دي لك تسويدي الخير البرنامج يضع كل إمكانيات وراهن إشارة تستيدة دي بيش يمكن تخرج من هذه المشكلة اللي بينها وبين ولدها هذه مشو مباشرة الفقرة دي المستمعين للمستمعتي والمستمعي رأي للمستمعتي والمستمعي رأي أرأكم أشنو كتقولوا فهد شي ما بقاشنا الوقت بزاف ولكن غادي ناخدوا مكالماتكم على أرقامنا الهاتفية اللي غادي نذكر الآن أرقام دي الضربدة دي الزودي هادينا هنا إذا نعطي الأرقام إبراهيم إذا كان ممكن أنا ما حافرش الأرقام دي الكازا سيلت بلين مغيرنا نعرف اللي نيمة هو دي هناك الأرقام كتاروا بسف نتواصلوا معنا أيضا من خلال صفحة هي البرنامج بصراحة غادي بلوس وأدي بغادي بلوس جوجة الصفحات على الفيسبوك بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال هذه الصفحات الرسمية على الفيسبوك نواصل دائما ونأخذوا آراء أستاذ المستمعين والمستمعات خلالت الأرقام الهاتفية دي الزودياتنا في مدينة الضربدة 05 20 66 66 66 أعيد الرقم 05 20 66 66 إذن أخذوا مكلمات المستمعين والمستمعات دينا الأصدقاء والصديقات دي البرنامج صار لنا مدة ما سمعناه مش إذن 06 أو 05 60 66 نعود الرقم إبراهي معك نعود الأرقام دينا إذن هناك تصالات الأسفية ناخدوها مع المستمعين ناخدو أول مكالمة معنا على الخط سلام عليكم أهلا مرحبا سلام عليكم سلام عليكم من معنا على الخط أهلا بك سلام عليكم ياربما هناك مشكلة في التليفون معناش غادينا نعوده نرجعه المباشر ناخدوه مكالمة معنا على الخط ناخدوه سلام عليكم ألو مرحبا مفيش نعوده طيب غادي غادي ناخدو التعليق قادر المستمعين على صفحة البرنامج على الفيسبوك ماذا يقول المستمعون بخصوص هذه الحالة دي للأسيدة هذه أنا هاد شي بايلي يا أخوي أديب فيه مشكل كبير الله يصلح جميع أولاد المسلمين عبد الرحيم هيبا كتقول أولادنا أصعاب في هذا الوقت عبد الرحيم تقول السلام أخوي أديب هناك دعاء من حسن هذه السيدة هذه أنا سيدة ربي يفتح لها الأبوها بدير الخير إن شاء الله يعني كل التعليقات دي للسيدة المستمعين المستمعين تصوب في هذا الإطار دي الله يحسن أوانها لأنها إلا رضا الزوج دي لها غا تخسر ولدها وإلا رضا الزوج دي لها غا تخسر زوج دي لها ولكن يجب أن تكون أكثر حكمة إذا نعطي أرقام التي فيها 025-66-66-66 أو 025-66-66-67-60 هذه هما الأرقام دي السيداتنا بمدينة الدار الويضاء وذي يكون معنا مستمع أو مستمعة الآن سهلا معكم سلام أحمد الله أهلا وسهلا بك الله يدار فيك سي أديب لبسالين الحمد لله بارك الله فيك أهلا بك أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا مرحبا تعرفوا عليك شو لي معنا يحيى من المدينة تاونات يحيى من تاونات أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا كيفاش شرح لي أنا ما فهمتش يعني هي تقول بأن أولدي يعني كيف ما كنقوله خرج على المصار الذي كان لازم يبشي عليه يعني هذي كانت غير بحل نتيجة دي التربية دي لها ونسأت بعي لطيبار بأن تاوور يتحملوا واحد لقصد كبير من المسؤولية يعني هذي أغنى الجانب دي لحنان ودي للطف دي لأم هي برد تأخذ مسؤولية دي لقشي لواقع كامل إلا بالعكس يا مصرش تضيب حلوكك فهو تحملوا واحد القصد من المسؤولية لأنه 17 عام راها ماشي وحد السنة اللي هو صغير بزار لذي قد تأخذ الحلوحة بطايف لغريب تأخذ دي لهم مسؤولية لا هكي أنا لكون السابق فيها إلا هذي أنا هو اللي ما ترمي تشفون بي أنا هو اللي فرد فيه ولكن بالعكس تأخذ تقولي بأنك هالشي اللي كدير حسك ترد بالبال أحرد دي لانتغدى مثل هو اللي غريب يعني تحملوا المسؤولية من صغره وتعودوا على تحمل المسؤولية هذا ورقة صديرة أي ممكن من صغره ولكن حتى لا ما استطعت شي من صغره ممكن تحفل في القبر ديالو يعني كدك عارسي عارتي المسؤولية مني كتب دا عن الدري عارسي مني كتب دا علماء دي التنشيئة الجماعية ودى التربية كيقول المسؤولية مني كتب دا كتب دا كتب دا المسؤولية تحميل المسؤولية الدري كتب دا من نار كتعلموا أنه مني منوض من بلاستو يجمعها واشا مديني يعني كتب دا كشاعة صغيرة ولكن يعني مهمة باش يتحملوا المسؤولية يعني ولي كيعوه لها راسو كيعتم لها راسو يعني مني ينوض من فراشو يجمعوا يعني هذي 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 من 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 الحويج البسيطة اللي كي نصحوا بها علماء دي التربية باش ولادنا يكبروا ويكبروهم من تحملي مسؤولية لا دري ولا بنت وخات تكون عندهم موش عنده أخواته وعندهم المساعدة في الدار لما انت باش نقول الخدامة لأنه مش خدامة هي مساعدة في الدار وخدكم عندهم مساعدة في الدار وخد كل شيء ولكن لا يتحمل انه يجمع الفراش دياله ما يكبرش دري غسو يكبر حرش يعني ذاك الخنات بزاف تيدير المشاكل من التي يكبروا الدري شكرا لك صديق العزيز من تونت أشكرك نواصل دائما معنا اتصال آخر ناخده السلام عليكم السلام عليكم نعليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله بارك الله فيك انت عرفوا عليك ساتيم الزرا مراج ساتيم الزرا مراج اهلا بك اويني 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 ندخل في المراقع اولا اويني 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 نقول ليك اليها لاني تبع ولدها اويني تبع ولدها جميل بارك الله يكلفت المزارة مشكورة بارك الله وفكتنا عندي وحد المشكل ماشي نبنك تبليها وقت خلينا الرقم ديرك ممكن تصلوا بك ان شاء الله خلينا الرقم ديرك عند سي ابراهيم في الإخراج معنا اتصال آخر ناخده سلام عليكم السلام عليكم نبس عليك نبس عليك اهلا بك اهلا وسهلا قطع التصال بنا بشكرا لك ما غاديش ناخد من وقتكم بزاف اعتقد ان كل شي اللي خصويت قال قلنا لهذه السيدة هادي ان شاء الله نعيدكم بانه غادي نوفيكم باخبار هاد الولده ان شاء الله اول باول احسن ممكن تديروا معه وانكم ادعوا معه بش ربي ينقض لي هاد الولد ويصر ليها فيه ان شاء الله كل خير يا رب ان شاء الله ان شاء الله شكرا لابراهيم رفقني في الإخراج شكرا لسلامي وايمن في الاعداد باقادير شكرا للاصدقاء احمد وحيد شكرا للاصدقاء شكرا للاصدقاء ايضا بمدينة فاز شكرا ليوسف اعتمان شكرا بوش ردو لحضرنا معنا شكرا مصطفى الحلوش شكرا ايمن في الجرافيزم نلتقي ان شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج بصراحة الى اللقاء بصراحة مع اجيب سليكي شكرا